السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو اصحابي عملي ايه انا احمد شيتو سبق قبل كده وكنت عملت حلقة مجمعة فتحت فيها او عملت استعراض يعني اللي كتير جدا من المنتجات وكان من ضمن المنتجات دي كيبورد مميز جدا من شركة اي بو ميكر هو الرقم بتاعه اي بو ميكر ارتي مية الحلقة كانت عبارة عن فتح صندوق بس واستعراض محتوىات العلبة هسبالكو طبعا في القرص زالكو حالة فوق دي لو انت حابب تشوف ايه محتوىات العلبة او ايه يعني اللي كان جواه الصندوق يعني. من هادة ان شاء الله هتبقى المراجعة الكاملة ليه ايكو بورد ده هنتكلم على كل اللي يعني صغيرة وكبيرة فيه ايكو بورد وكل تفاصيله يعني وجبته منين وجبته بكام والكلام ده كله. فاكود او اكتر حد هادة ان شاء الله بس اكيد لو انت مهتم تبخش عليها بلايك كومنت جميل ازاي كده اشترك فاكود اوش مشترك. اتفع الزر الجرس ويلا بيهنا يا شابه. اه طبعا جماعة جانت ربعد الانترو كالعادة نخش اعطوه في موضوع الحالة. طيب اول نقطة كده حابب اتكلم عنها هي ان الكوبورد ده زي ما قلتب كده في المقدمة انه هو من شركة طيب الشركة دي عم شيتو. احنا قمنا نسمع عنها. الشركة دي تمام يعني ونجيب منها كوبوردات وكده. حد نسمع مسلا عن يعني اه شركة يعني كوبوردات من هايبر اكس من كورسير من لوجيتك مسلا او يعني فيه شركات كتير جدا بتعمل كوبوردات. انما شركة ايبو ميكر دي احنا او ما نسمع عنها. بص شباب الشركة دي مشهورة اكتر في الصين وفي اوروبا كمان يعني ما في العالم الاوروبي كده او في الغرب يعني مشهور جدا الشركة دي مشهورة هناك مشهورة في الصين. في الشرق الاوسط عندنا هنا مش مشهورة او خصوصا كمان في مصر. هي بدأت مؤخرا يعني بدأت يعني تخش كده وبكوة او بدأ الناس اه اليوتيوبرية يعني يعني يبدأوا يسمعوا عنها او بدأوا يجيبوا منها منتجات ويتكلموا عن الشركة دي. بس الشركة دي يعني انا عايز اوصل لكم ان انت مش معنى ان انت ما تسمعش عنها في مصر. فايزا ان هي شركة مش حلوة او مغمورة مسلا لا لا بالعكس. الشركة دي منتشرة جدا في اوروبا ومنتشرة في الصين ومنتجات بتاعها منتزة جدا. وده هايبر اكس وكان كله من المعدن. بس طب هل معنى الكلام ده عامش يتو ان الكوبورد هنا ضعيف او خفيف او بقى كده يعني حاجة تنسكة في ايدك متحسش بالفخامة يعني كونه بقى معمول من بلاست وكده. والك بالعكس تماما يا صديقي الكوبورد فخم جدا تمسكه في ايدك بتحس فعلا بالفخامة البلاستيك اللي هنا جماعة يعني بلاستيك محترم جدا مش معنى كلمة ان هو بلاستيك فلازم يبقى حاجة تعبانة. بالعكس بلاستيك اللي هنا محترم جدا الكوبورد ماسك نفسه. مش اللي هو مسلا تعمله بقى كده يمين او شماء مسلا بتحسنه هيتنا في ايدك او هيكسر في ايدك او حاجة لا بالعكس خالص الكوبورد ماسك نفسه وماتين جدا. طيب الحاجة التالتة بقى اللي حابة اكلمكم عنها وهي الكيكابس او الزرارة بتاعت الكوبورد. طبعا الكوبورد زي ما حشان فيه كده هو جاي بالحجم الكامل اللي هو طبعا فيه كل الزرار بتاعته وما فيش بقى فيه او اللي هو الزرار بتاع الارقام دي مش متشال منه ولا حاجة. طبعا انا بالنسبة لي انا انا بفضل الكوبوردات اللي من النوع ده اللي بيقى فيها ارقام من على اليمين لان الارقام اللي فوق ديت انا ما بستخدمهاش. فأنا طبعا كل واحد بترجع بقى لتفضل الشخص يعني. انا بحب جدا الكوبوردات الكاملة اللي مش نفس منها اظهار خالص. فالكوبورد ده بيقدم لي اللي انا عايزه هنا. الكوبورد زي ما بقوله كده هو كامل طبعا. بس برضو في نفس الوقت الشركة هنا عاملا بزكاية. يعني ايه? يعني ايه? يعني مثلا عندي زي ما بولتوكو الكوبورد اللي قبل كده كان هايبر اكس كان برضو كامل وكل حاجة. بس كان طول الكوبورد او العرض بتاعه يعني كان خمسة واربعين سنتي. انما الكوبورد هنا زي ما حشان فيه كده هو طول بتاعه تسعة وترتين سنتي بس. فبالرغم انه هو فيه كل الزهر كاملة. ولكن ايبو ميكر عاملة كده فيه حركة او تريكية جامدة جدا. ما يخليها برضوك حجم الكوبورد مش كبير اوي او مش اه يواخد مكان كبير اوي عندك على المكتب يعني. وطبعا الكوبورد هنا ممكن طبعا تشيلها بمنطقة سهولة. عن طريق الاداة اللي كتجيها في الكارتونة برضو بتات الكوبورد. ممكن تشيل منها الزرار دوات. وتبدلها طعم بقى اي الزرار تانية. انا سابق قبل كده كنت عملت حلقة يعني استردت فيها كي كابس كنت جاءة برضوك من علي اكسابريس. هسيب لكم الحلقة دي في رؤية الفؤوة لو حد حقا بيشوفها يعني. فالكي كابس اللي موجود دي ازباح شايفين كده انا ممكن مشيل مسلا هنا اهو اي زرار واحط اي زرار تاني عادي براحت عادي خالص. طبعا ديك حاجة ممتازة جدا وجميلة جدا. ولو ناخد بنا برضوك انا كده لما شلت كي كابس ظهر معنا هنا هو السويتشات بتاعت الكيبورد دي. ولو ناخد بنا هي لونها هنا اصفر. واسم السويتش ده هو سيلنت سي سولت. طبعا في يعني انواع كتيرة او اه يعني الكيبورد ده ذات نفسه في سويتشات يعني باشكال كتيرة او بمساميات كتيرة يعني. بس بصراحة انا بينسبالي كان افضلهم هو السيلنت سي سولت ده. لان كزا ما هسماعكم دلوقتي الكيبورد حرفين يا جماعة عبارة عن كاتم الصوت. يعني الصوت بتاعه غير ان هو طرب. بس فعلا الكيبورد سيلنت تماما مفيش في بقى ازعاج بتاع الكيبوردات الميكانيكال. اسمعوا كده الصوت ده معي كده وانا بكتب. او زي ما هي شايفين يا جماعة الصوت بتاعه بصراحة يعني اقترب. صوته جميل جدا وصوته صيلنت جدا. حتى اسمه معناه بالعربي ملح البحر الصامت. فيعني انا مش عارف ايه المسابات دي يعني. بس عمات ان الكيبورد صوته جميل جدا. ولانا خبرنا برضو كده فيه على اكسر يمين كده من الكيبورد فوق. في هنا كده الظهار دوار للشعور بتاعه جماعة او الملمس بتاعه والاحساس كده وانت بتسكرول او بتلف البكرة دي جميلة جدا. طبعا الظهار ده لو انت لفيته وراحة اليمين كده. انت هنا كده بتعلي الصوت بتاع الميديا انت مشغله. ولو لفيته شمال انت بتوطي الصوت بتاع الميديا انت مشغله. ولو ضغط في النص كده هنا ده بوز او بلي يعني وقف لك الحاجة انت مشغله. او يرجع يشغل تاني. الجميل جدا فيه ان هو برضو كارجي بي. وانه هو الملمس بتاعه جماعة او التركات بتاعته كده وانت بتلف. بتسمع صوت كده ترقاعة كده جميلة جدا. احساسة حلوة قوي. ويبصراحة حاجة ممتازة جدا. طيب نيجي بعد كده هنا على الالوان اللي موجودة في ده. كلمنا بقى عمشته كده عن الجمال بتاع الكيبورد ده كده الوان اللي فيه. طبعا الكيبورد ده انت عندك طريقتين تغير فيه بين الارجي بي بتاع الكيبورد. فيه عن طريق الكيبورد ذات نفسه. عن طريقية تغط هنا على الاف ان مع او الاف ان مع زرق دل. هنا انت ممكن تقعد تبدل زي ما ان تشاهد كده بين الامات بتاع الارجي بي وطبعا ممكن عن طريق السوفتوير هينجاها طبعا دي الساعة بعدك هكل 놓كم عن السوفتوير بتاع الكيبوير يعني فممكن برضو تبدل عن طريق السوفتوير او من الكيبوير زياد نفسه زي ما اولتوه كده عن طريق الاف ان والبيتج أب او الاف ان والديال طيب هو طبعا الوان بتاعته بصراحة قوية جدا وكل حاجة بس يعني يعيب ده ان الزراير او الكيكابس بتاعته مش معمولة بالليزر. فبالتالي الاضاقة ما بتعديش من الحروف. يعني في الكوبوردات التانية ازا ها شايفين كده مسلا بتاع الهايبر اكس هنا كده. هنا هو اضاقة لو ناخد بالنا معدية من الاركام او الحروف ذات نفسها تاعة الكوبورد دي معمولة بالليزر. انما هنا الكوبورد او الزراير بتاعته يا زي صماء كده فالنور ما بتعديش. بس برضو الوان بتاعته قوية وجميلة جدا شغالة معك يعني مش حاجة وحشة. طيب نيجي معك بها نتكلم هنا برضو فوق على اقصى الشمال كده عن الشاشة. وطبعا دي حاجة غريبة جدا اننا يكون عاملين مراجعة له كوبورد ونتكلم فيه على شاشة. اعلاقة الشاشة بكوبورد. ايو يا جماعة الكوبورد ده يعني يعتبر اكتر كوبورد مميز من شركة بسبب الموضوع ده بسبب الشاشة اللي بتيجي معها دي. دي الشرى صغيرة كده بتيجي برضو في العلبة. انت بتوصلها كده في المكان هنا كده انت بتشيل الرغطة ده. بتلاقي هنا الدونجل طبعا انت بتوصله في الكمبيوتر عشان تربط به الكوبورد يعني. وبتحط هنا مكانه كده هتلاقي هنا فيه مدخل كده بتحط فيه الشاشة. الشيطة طبعا زي ما هشي شايفين كده هي بتعرض لك بعض من المعلومات. فيه هنا بتعرض لك مسلا الوقت. وبتعرض لك البطارية فيها اد ايه بتاعت الكوبورد ده. يعني طبعا الكوبورد ده وارلس. هيجيلكم طبعا هكلم عن موضوع البطارية ده قدام يعني. المهم يعني 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 بعيد لك طبعا البطارية بتاعت الكوبورد. وبعيد لك زي ما انت واخد بلاك كده درجة الحرارة. وبعيد لك طبعا هنا انت واخد ايه من المعالج او السي بيو. وفيه تحت هنا كده على الشمال شكل انيميشن. انت طبعا ممكن بتغيره من عن طريق بتاع الكيبورد. يعني انت ممكن فيه شكل من عندك انت كمان وتحط ممكن تحط صورتك انت الشخصية حتى لو انت حابب. طيب بالنسبة للشي دي يا جماعة هو يعني الارقام اللي فيها دي مش دايما دقيقة. واخدوا بالكم هنا توقتي مسلا الوقت هو مزبوط. بس ممكن لو انت تغفيتوا الكمبيوتر وجيت شغلتوا الكمبيوتر تاني بتلاقي الوقت هيس. وناخد بنا برضو التاريخ هنا يعني اسفار كده جنبه بعضه. فمش موضح لي النهاردة التاريخ كام. واجايب لي حتى كاتب لي ان النهاردة مانضي معيني النهاردة الجمعة يعني ما فوض فراي دي مش مانضي خالص يعني. فبس درجة الحيارة مزبوطة والمعالج الاستخدام بتاعه مزبوط. والوقت مزبوط. فيعني انا معرفش بقى هل الشركة ممكن مسلا تبع التحديث مستقبلا او حاجة للششة دي او للكوبورد يعني يزبط الحاجات اللي في الشها دي معرفش بس بصراحة هي اضافة جميلة وشكلها لزيز ومسلي حتى لو انت هتستخدمها بس كده كايه الشكل الانيميشي اللي بقى موجود تحت ده بصراحة شكله جميل جدا. طيب نيجي بقى نتكلم عالسوفتوير بس قبل ما نتكلم عالسوفتوير ادام وصلت معي لحد هنا فاكيد يعني الحلقة عجبتك. يعني ما تبقىش على بقى كده بلايك يديني كومنت زي كده يعني واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش. طيب نتكلم بقى عالسوفتوير. طبعا السوفتوير انت بتنزله من الموقع الرسمي بتاع يعني هساب لكم طبعا برضو كل لنك ده فيه صندوق الوصف بتنزل السوفتوير طبعا بصراحة هو يعني سهل مش اه مش صعب بس مليان يا جماعة وبشانات مليان وشان انت بقى ممكن تتحكم فيه زي بقولتلكم اه في القضاءة بتاعت الكيبورد ممكن طبعا تعمل ليه مابل الزلاري اللي عندك او تخصص زلاري في الكيبورد تعمل حاجات معينة ممكن طبعا زي ما قولتلكم ان انت تغير الشكل العشر الصغورة ديت او انت ترفع حاجات من عندك كمان فانت ممكن تتحكم فيه عن طريق كل حاجة وتزبط فيه حاجات كتيرة جدا طبعا انا عشان اشرح بتاعه ده محتاج حلقة بتاع مسلا ربع ساعة او حاجة فانت بقى خش دور ويعا فيه يعني اه هتلاقيه بصراحة هو مليان ومفلق كل حاجة انت ممكن تحتاجها في الكيبورد ده طيب نيجي بعد كده بقى نتكلم هنا على البطارية البطارية اللي في الكيبورد ده جماعة واللي ما بيحبش بصراحة اه اتسئله لان صعب ان انا اجاوبه البطارية بتضع دي يا شيتو يا جماعة السؤال ده صعب جدا انا مقدش حدود لكم البطارية بتضع دي ايه ليه بقى لاني بنقل عليه انا يعني بصوا جماعة انتم مسا على حسب الاضاءة بتاعة الارج بي اللي انت بشغالها مسلا ده بيأثر في البطارية ايه على حسب مسلا انت استخدمت الكيبورد ده ايه يعني انت ممكن تبعيد الكمبيوتر مسلا بس سايب الكيبورد في وضع الخمول فهو هنا يعتبر شغال ومش شغال الكيبورد شغال او كل حاجة بس هو اخد وضع الخمول فبيستليكش اكتر من البطارية على عكس لو انا قاعد شغال على الكيبورد فعلا وبلعب مسلا جيمز او بعمل حاجة على منتاج فالكيبورد شغال طب الكيبورد مسلا اه فرضا فرضا يعني هيقض مسلا سبع ساعة او تمان ساعات اكيد انا ما اعادش على الكمبيوتر جامعة سبع او تمان ساعات عشان احسب لكم المدة دي ده ده غير طبعا ان انا طول الوقت اصلا بابقى موصل الكيبورد بيه الكابل فانا هنا كده يعتبر زي يلاقي الموضوع البطارية لان طبعا الكيبورد انت ممكن تشغله بالكابل او تشغله بالبطارية بس كل اقدروا لكم ان البطارية بتاعت الكيبورد ده محترمة انا شفت له مراجعات كتيرة ومصراحة ما شدش حد اشتكى من البطارية بتاعته فانت اصلا يعني انت برحتك انت استخدم الكيبورد عادي جدا بالبطارية بتاعته وانسي مغارد مسلا خصم ايتي البطارية هتفضعوا حاجة بمنطقة البساطة الكابل الي جامع الكيبورد او اي كابل يو اس بي هتوصله في الكيبورد من ورا هنا كده خلاص الكيبورد يبدأ شغال معاك فانت مش هتعطل يعني الفكرة انت مش هتعطل الكيبورد يبدأ شغال معاك هيشتغل معاك عن طريق الكابل وفي نفس الوقت هو هيشحلك البطارية طيب نشوف بقى هنا طرق الاتصال في الكوبورد ده. الكوبورد ده جماعة بيشتغل على يعني جميع انواع الاجهزة. هو هنا كده في الزور اللي ناخد بالنا فوق كده في هنا كلمة وفي كلمة طبعا لو انت جد تعليمين كده يبقى انت اه شغال على يعني ولو انت هو شغال على او معاك حاجة يعني اللي هو حاجة طبعا للطفوحة المقطومة يعني هتجيبه ناحية الشمال. فسواء انت كده او كده. هل بيشتغل على مش عارب بصراحة بس ما جربتش تلاحة بيشغل الانس ولا قا. بس هو الشركة بتقول ان هو بيشغل على وندوز وعلى الماك. وطبعا هنا الزور اللي جانبه هنا كده في وفي طب قوله اوف ده معناها ايه? انا لو جبت الزور هنا كده على ان هكده هنا بقول الكوبورد اشتغل عن طريق الWI-FI او الWI-LESS يعني متشغلش عن طريق الكابل تمام يعني هاشتغل هناك بقى عن طريق البطارية بتاعت الكوبورد يعني. وهاشتغل عن طريق الدونجل اللي جاي معاه مش عن طريق الكابل. ولو جبتها هنا اف كده فانا كده بقول لي الكبورد اشتغل عن طريق الكابل ما تشغلش عن طريق البطارية ولا حاجة. فده كده كان معنا الظهارين دول. طيب نيجي بقى الاهم نقطة في الفيديو كله. الكبورد ده. انا جبته كام وجبته منين. بصوا يا جماعة. الكبورد ازا ما بتركه هو الاسف مش منتشر في مصر. فبالتالي لما اي حد بيجيبه بيحسسك ان هو جاب اللي ما يتجابش. يعني هو ممكن بس بقى جاب الكبورد ده. يعني انا مسلا الكبورد يا جماعة وقف عليا جبته كنت جابه من علي اكس بريس بالجمارك بالكلام ده كله. وقف عليا كان بتلات تلاف ونص. طبعا انا جبت الكبورد ده جابه من فقطة طولة جدا. بس كان للاسف ما كانش جالي هنا. انا كنت يعني شحنته على السعودية يعني على اخويا في السعودية. والسانية طبعا لما انزلي به يعني او كده. يعني كنت بلاقي ناس يا جماعة بتعرضوا بسبعة تلاف جنيه. ده جيت انا في واحد دخلت تكلمته وطلو انت هو ده يعني انت عارض كبوردين ولا كبورد واحد. بلها كبورد واحد. وطلو بسبعة تلاف جنيه. بص يا جماعة انا مع ان الواحد يجيب حاجة وممكن يتاجر فيها ويكسب فيها. بس اكسب فيها بمورد الله. فالكبورد ده انتو خشوا لو عايزين تجيبوه نصيحة مني محدش يا جماعة يشتريه من تاجر هنا. الا لو كان تاجر بيتقل له بسعره. خشوا الاول على علي اكسبريس وهسيب لكم طبعا اللينك التاج اللي انا شاريت منه انا شاري من التاجر الاصلي بتاع المنتج ده. هسيب لكم في صندوق الوصف. خشوا شوفوا سعر الكبورد دلوقتي كام. وقرنوه بالاسعار المعروضة في مصر. ده لو اصلا في حد عرضه في مصر. فقرنوا السعرين وفقروا مية مرة قبل ما تشتروه من حد من هنا. لان يعني يعني لان طبع حزب اما الوكيل الناس ما بتتقيش ربنا في اسعار الحاجة هنا. فبس شرب ده تكون لحاجة معنا نارض ده عني الكبورد. كالعادة لو انت عندك ايه الصور سيبولي في الكومنتات وحاول طبعا ان توصل مع بعض ورد عليك. ولو عجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك. كومنت جميل زي كده اشترك في قناة وانت مش مشترك في عزار الجرس. وبس كده يا شباب. سلام.